السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي اللقاء الفات شفنا احنا او كتبنا كود عشان نعمل سويتشنج بتوين تو كاميرا زي اللي عندي يقدر يقلب من كاميرا لكاميرا الآن اللي انا بدي اعمله واللي انا بدي اكتب كود انه انا لو انا عوص على حرف الاف في الكيبود يطلع ارصاص من الكلاشن تبعي يصير بلش يطخ ويطلع عندي ارصاص خلينا اشوف انا ايش اللي عندي ايش اللي ممكن احتاجه لو طلعت على اليهاneh الكود تبعي لان انا رحطه في الكود في عند الكلاشن ماسكو انا في الكود في عند الفرونت الان اللي هو هذا يعني من وينبدأ تطلع الرصاصة ماسكها برضو في عند الباك من وjam伊 اطلع رصاصة من الجانب ماسكها برضو والشغلتين الثانية تبعوني الكاميرا الآن انا عرفت من وين بدء تطلع الرصاصة من قدام خلينا نركز على الرصاصة الأمامية يعني لكن الرصاصة هي هادي موجودة هان هي الرصاصة تبعتي انا كيف هادي؟ هادي كأنها كلاس كيف إذا أحاولها لأوبجيكت وأفعيلها وتصير وأقدر أعمل منها رصاص يطلع مش رصاصة عشرين مئة رصاصة تطلع وراء بعضهم كأنه قاعد بطخ عشان أعمل هيك أنا عايز أعرف كمان public variable للرصاصة من أمام والرصاصة من الجامع عشان ما رصيش عندي الأخبطة هادي البولت فرونت رح نسميها بولت فرونت بوزيشين لأنه الموقع تبحها ونفس الكلام بالنسبة الى بولت باك بوزيشون فانا راح أجري الكود الهان بس أزبط سويت أسماء لك شويت تعديل على الأسماء بولت فرونت سويت فرونت 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 فوزيشين وهان نفس الكلام بولت باك وحفظ الكود تبعي. طبعا انا بس غيرت اسماء. اشوف اللي هنا. تلقائيا راح يلاقي الاسماء يتغيروا. اه يوهي عمر ريفليش. وهي يغير الاسماء. اه بس لما انا غيرت الاسماء فقدت التعريف تبعه. بقول له بسيطة. هاي فرونت بوزيشن. هاي فرونت بوزيشن. هادي مع هاتي. الفرونت مع الفرونت. والباك مع الباك. خلاص عودنا ربطناهم. الان بدي اعمل كمان اتنين بابليك فيريابل. واحدة للرصاصة هادي واحدة للجزء الخلفي من الرصاصة. تبعون البريفاب. فانا راح اجهان اعرف كمان. تو بابليك فيريابل. خلي الكاميرات لو راح لتحت مع بعضهم. وانسى خدولة تنتين. كونترول كوبي. كونترول بي. الان انا بدي اياهم نفس الاسم بس من غير كلمة بوزيشن. وهي حفظ. اذا في عندي بولت فرونت وبولت باك. البولت الفرونت اللي انا افنيتي. طبعا هاي المتغيرات اللي اجداد تطلعوه. البولت الفرونت اللي هي هادي. والباك اللي هي هادي طبعا انتوا انتوا انتبهوا ان انا اخترت البريفاب. هاي. وهذا انا اخترته والبريفاب. البريفاب لو واصلنا عليه راح نشوف انه في عليه بوكس كولايدر وريجيب بادي. لكن لو واصلنا على ملف الاف بي اكس. ما فيش في عليه الكلام تبعي هذا. على العموم. الان انا صرت عندي كل المواطيات. عارف من وين بدي اطلع الرصاصة. وعارف الرصاصة تبعتي مسكها. الان انا بدي بس اعوصها حرف السي. واقول له بلش طلع الرصاص. راح نيجي عند الكود تبعاتنا عشان جيت الابديت هنا. وابلش اكتب الكود تبعي. ايش بدي اقول له? بدي اقول له ازاي انا ضغط على حرف السي. على حرف الاب. اف. انبوت. ضد جيت كي. الان انا ضد جيت كي. انا راح اختار جيت كي بش جيت كي داون ولا جيت كي قبليش? لانه جيت جيت كي هادي. طول ما انا عص على زير راح اضل وطلع الرصاص. فانا بدي عص اضل عصص على زير باستمرار وادل هو ايش? يرسل الرصاصة. عشان ايكر اختار جيت كي. لو اخترت جيت كي داون كل ما عص عصه واحدة راح اطلع رصاصة. لازم ارفع وعص كمان واحدة عشان اطلع الرصاصة. جيت كي اب. انا عاود نشرحة كمان مرة. ازا انا رفعت ايدي عن المفتاح عن حرف الاف. راح اطلع ارصاصه. عود عص وارفع ايدع كمان مرة عن حرف الاف عشان اطلع ارصاصه. فلا انا بدي جيت كي. طول ما انا ضغط على حرف الاف يطلع لي ايش? ارصاص. افتح جوس سكر كوس. كي. كود. وبعدنا نقول له بدي حرف الاف اختصار لفاير. طيب ازا انا ضغط على حرف الاف ايش بده يسوي? بده يبلش. يطلع الارصاص. طيب ازا انا ضغط على حرف الاف ايش بده يصير عندي? بدي اعمل ارصاصة جديدة. رح اقول له. اللي بعمل. بدي اعمل اشي جديد. افتح جوس. وشوف شو بيقول لي. اه بياخد مجموعة من الخصائص او من انا رح انقق حاجة زي. انا واحدة بدي ايها تنسبني. خلينا اشوف. ممكن اختار هادي. هي رح اختار هادي ان شاء الله. الان علشان اجي بدي انا. الوبجيكت اللي بدي اعمله كرييشن. الجسم بدي اعمله كرييشن تبعي. اللي هو فرونت بوليت. فرونت او بوليت فرونت. كويس. فاصلة. اه النقطة تانية من وين بده يطلع? هاي الارصاصة تبعتي طلعت. من وين بده تطلع الارصاصة? رح اقول له من فرونت بوليت بوزيشن. فرونت. اه بوليت فرونت بوزيشن. من هان رح تطلع الارصاصة تبعتي. وهذا معرفة ب اكس واي زد. يعني هادي المتغير تبعها اكس واي زد بياخد. طيب الدوران تبع لارصاصة. في حاجة اسمها اه اه كويسن هاي تبعتي. تبعني بس. ضوط اي دين تي تي. يعني انه شغلة يعني مثبت القيم تبعتها. طيب هذي ايش مالها? هذا الموقع تبعها. هذا جسم ضوط بوزيشن عشان اقول له الموقع تبعها. عشان ياخد الموقع تبعها. هيك انا جيد اشغل كل ما عوص حرف السي. او طول ما نضغط على حرف السي رح يضلوا يطلع الارصاص. الى ما لانهي. هات نجرب. هاي حفزت الشغل تبعي. ونيجي الى الكود اللي عندي هان. اه في عندي مشكلة في الكمبيليشن. هات نشوف ايش المغلبك. الاف هذا مش عارف لي تجايب الاسمول عندي. الاصل تيجي عندي بالكابتل ضوط اف. شكل انا كتبها وسببها. طيب هاي احفز. واجي اجرب. خليني بس اجيب الكاميرا من نبيض عشان تبين الامور اوضع. وعص على حرف الاف. اه ااسف. خليني الكاميرا من جريب. وهي حرف الاف. اه هي بطلع الرصاص. تعال نشوف. بطلع من عندي من قدام. ااسف. هي الكاميرا. اه. حرف الاف. هلم على هان لازم. هي حرف الاف. وقاعد الكاميرا الرصاص بطلع. بس ايش ماله? بطلع وبنزل محله. طول ما نضغط على حرف الاف. بطلع الرصاص بطلع. وما بنتهيش الرصاص سبعين. طيب الرصاص هذا انا بدي عمله عليه شوية مجموعة من الشغلات. انا بدي عطيله قوة للامام عشان تطلع الرصاصة مندفعة. شغلة تانية الرصاص بنفعش يتحواش عندي زي هيك. انا بدي الرصاص هادا ايش ماله? ينتهي يختفي. يعني يقعد له ثانيتين ثلاثة على الارض ويختفي. ما يضلوش زي هيك. لانه هيك بحمل على اللعبة. بتقل تعال شوف كل الرصاصة دول. كلهم جايين هان هيهم. فهذا بتقل على اللعبة تبعتي. ظلها ثانية ثانيتين ويختفي. كيف لو عمل الكلام هادا? طيب اه عشان انا اعطي اه قوة وخلي الرصاصة طلع لقدام. لازم امسك الرصاصة. انا هان مش ماسك الرصاصة. عشان امسك الرصاصة بدي اعرف متغير لعشان اقدر امسك الرصاصة. بدي اروح اعرف متغير. بدي اشيب جباب لك. ايه لوكال وايش اقول سميه مثلا. بولينت اه اه بولت فرونت. راح اخد هادي كونترول كوبي. كونترول في واحط جنبها. انست. انست يعني هي راح تبقى انستانت. يعني حاجة تبقى موجودة متشتغل برد. بقدر احييها وامويتها. مش كلاس. بتتغير مباشرة. بتروح بتيجي. الان هذا الكلام. هذا المتغير راح اخده. واشوف الدالة تبعت انا. هادي بترجع عندي حاجة اسمها ترانسفورن. اللي هي نفس اللي انا عرفته فوق. فراح اقول. هذا الكلام بده يساوي الكلام. يعني اللي بده يرجع عندي منها انا. هاتنا نشوف اش بترجع الدالة هادي. ايش كاتب اللي بترجع? قال لي بترجع ترانسفورن. متغير هدا ايش نوعه عندي? ترانسفورن. ازا بترجع ترانسفورن. ايش هدا القيمة بترجعه هو الجسم الجديد اللي انا انشأته. اش انا انشأت الرصاصة. هيني مسكتها? الان الرصاصة بديش اخليها تقع على الارض. لا بده اعطيها قوة الى الامام. بده ادفعها لقدام. زكينا احنا اللاعب زمان لما برنامجناها وخليناه يقدر ينطلها فوق وينزل اعطيناه فورس. هان نفس الكلام انا راح اجي اعطيه له فورس. راح اجي للرصاصة تبعتي. ضد الرصاصة. عشان انا اقدر اعطيها قوة الى الامام. بدي امسك الريجيت بادي تبعها. ازان ضد جيت كومبونانت. ايش بدي امسكو? حاجة اسمها ريجيت بادي اصلا. انا هل انا ضايف الكلام ده على الشغول تبعها? طبعا انا اول ما انشأت المجسم تبعي الرصاصة تبعتي هيا. راح تلاقي ان انا حاطط عليها ريجيت بادي. وينك يا ريجيت بادي. ويني اي ريجيت بادي. انا حاطط عليها ريجيت بادي. هده عشان انا اقدر ادفعها لقدام. وحاط عليها بوكس كولايدر عشان لما انطقة على الارض تخبط في الارض ما تسحلش تحد. فيش مشاكل. ازان جيتكم بونات ريجيت بادي. الان دوت بنفع اكمل. الان بدي اعطيه له قوة. القوة هاده بتيجي من ريجيت بادي. فانا قلت له بدي امسكت ريجيت بادي. من خصائص ريجيت بادي. حاجة اسمها اد. اد فورس. فانا بدي اعطيه له قوة. اعطيه له قوة لوين? على انه محور. على محور. هاته نشوف على محور ايش بده ياخد القوة تبعته. على محور الزت بتهيئ لي. را اعطيه القوة تبعتها محور الزت. هو هي الارصاص تبعته. على محور الزت. ازان اد فورس. الاكس. نفتح نشوف شو بدي اعطيه لنا حاجات. طيب بقوله في عندك اربع اوبرلود فانكشن. كلهم بيسألوا عن الاكس والواي والزد والفورس اللي بدي اعطيه له اياها. راح اقول له اسمع يا امي. على الاكس. اه. دوت اد فورس. بلاش اقول له اكس وي زد. خليني انا استخدم الخيار هذا. اسهليا. راح اقول له transform.فورورد. راح اقول له. او اقول له gun مثلا. gun يالا gun. gun. للكلاشنتبعي. gun machine. ضد. فورورد. يعني الكلاشنتبعي لا قدام منه. وين ما يلف الكلاشن ما ليش علاقة. بس الكلاشنتبعي ويحدفوا منه ولا قدام. هاي معنى الكلام هادي. بيجيب لك الجهة الامامية بالنسبة للكلاشن حتى لو كان لافف اللاعب للكلاشن قدام وراح يطلع الرصاصة قدام فاصلة ايش بطلب منه الجتاء فورس مود راح نطلب له هان فورس فورس مود دوت فيه اربع خيارات للفورس مود اننا احنا راح نختار امبالس اللي هي دفع اللي مرة واحدة وخلاص اعطي راح طيله قوة واحدة وخلاص اند وهي فاصلة منقوطة هل القوة اللي اعتطلو اياها دي بتكفي ولا بتكفيش كبيرة ولا صغيرة مش عارف خلينا نحفظ ونشوف اصلا لما انا اعوص على حرف الاف راح يعمل الرصاصة راح يمسك الرصاصة في الانستانس والانستانس راح يعطي ليها قوة لقدام فتطلع لرصاصة لقدام هاتنشوف الكلام هذا ايش ممكن صير منه حرف الاف نطلع من هنا تعني خلينا مش شايفها يعني مش متأكد خليني اقو القوة لتبعتها القوة الجاية هانا صغيرة اقول له مثلا ضرب عشر اضعافها ويحفظ شوف راح تبعد المرة هاده ولا راح ضالها زي ما هي نعمل بلايه اعلم على هان وهي حرف الاف اه لرصاص بلايش يطلع بطلع لها قدام هاي ببعد منها نمكنها مش مواضحة كتير احنا ممكن يتحكم فيه بس هايو وانعوص على هذا واطلع لرصاص بشي راضي يبين بس هايو الرصاص فيه قوة ما اعطي هاليا اوكي وطول ما اضغط على حرف الاف وقاعد لرصاص بطلع عندي طيب لو انا لفيت شمال يمين في اللاعب تبعي بطلع لرصاص بس طلع لرصاص كيف بطلع عندي طلع هانا لرصاص كيف بطلع بطلع لرصاصة مائلة وانا بلف لرصاص صح بطلع لرصاص باتجاه لرصاص بس لرصاص ازاي نفسها مائلة بدفع عليها دوران علشان احل المشكلة هادي راح اجي لالكود هان لما اقول له اسمها اعمال لرصاصة هاي اسم الكلاس تبع لرصاصة بدي اعمالها وهي البوزيشين تبعها هادي الكيوويشن هادي تبعت الدوران تبعته بقول لهش ايدنتيتي بعجي بقول له ضوت يولار هادي افتح جوس ايش بياخد بدنا نقول له انه اتجاهها هو نفس اتجاه الكلاسين تبعي هي نفس الاتجاه الكلاسين تبعي خلينا اخد اكس واي زد الدوران على محور اكس ما فيش ضد اولر انجل ضد واي يعني بدي اياه يبقى دورانه على محور الواي زي دوران اللي كلاش انتبع على محور الواي هاتنشوف هيحفظ هنطلع فيه اشكالي هاي القيمة الاولى القيمة التانية خلينا احفظ الشغل واشوفه ايش الارور اللي هو بش عاجبه اقول لك فيه فاصلة منقوطة متوجعنا انا فكاحنا افتحنا القوس هذا وفتحنا القوس التاني سكرنا الاول فيها ناسف في قوس الان سكرنا القوس احفظ الشغل تبعي وهاتنشوف هل الرصاصة بتلف لما يلف الكلاشن ولا لا خلينا يلف الكلاشن وحارف الاف وطلع اه ممتاز يعني قاعد الارصاصة بتلف الكلاشن بلف والارصاصة بتطلع عدلة مع الكلاشن انا قلت له عدلها مع الكلاشن راح نكمل ان شاء الله في اللقاء الجاي ويعطيكم الافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى